في الساعة الاولى تم قراءة البيان رقم واحد وشل الانقلاب الذي نفذته قوات من سلاح الجو وبعض قوات الجيش الحياة في المدن الرئيسية بتركيا وتمت السيطرة على معظم مقار مؤسسات الدولة ألغيت دستور وفرضت حالة الطوارئ وأعلنت الأحكام العرفية في الساعة الثانية خرج الرئيس التركي مخاطبا شعبه عبر تطبيق هاتفي بالنزول إلى الشوارع والميادين والمطارات رفضا للانقلاب إن دفع الشعب بمكوناته المختلفة وتياراته السياسية المعارضة رافضا أن يعزل الجيش حكومته المنتخبة ودافع عن نظام الحكم الديمقراطي ساعات عصيبة وعاصفة في تاريخ وحياة الشعب التركي الذي قرر الخروج للحفاظ على مكاسبه المدنية والديمقراطية بصوت مذيعة ذاتها التي أرغمت على قراءة بيان الانقلاب أعلن سقوط الانقلاب بعد ساعات قليلة طال رئيس الوزراء السابق إن اليوم ويوم أعلاء صوت الشعب التركي عاليا في كل المدن وعلى صوت الشعب هادرا في جميع أنحاء تركيا هتف زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض عقب ذلك في كلمته في البرلمان لقد أقسمنا على حماية الديمقراطية والحرية إلى الأبد من قال إن إرادة الشعوب لا تقهر فقط صدق راقب اليمنيون بصبر وقلق بالغين تلك الساعات العصيبة التي مرت بها تركيا وهم يتذكرون بكثير من الأسى مصير بلدهم وما تعرض له من تجريف حاد نتيجة انقلاب الواحد والعشرين من أيلول الأسود قبل عامين تذكر اليمنيون تصديهم للمشروع الانقلابي عقب السيطرة على مدينة عمران من قبل ميليشيا الحوثي فخرجوا باستفاف وطني مؤيد للرئيس الشرعي بينما وقفت معظم الأحزاب والقوى السياسية والنخب موقف المراقب المحايد للميليشيا التي تلتهم الأرض وهي في طريقها إلى صنعاء لم تسقط العاصمة بين عشية وضحاها فقد كانت مؤشرات الانقلاب تتوالى منذ سقوط عمران التي ما أنسلمت للحوثيين حتى أعلن حينها عن انتهاء التمرد وعودة عمران لحضن الدولة بين الأمن والاستغرار قد حط في عمران من قال إن الشعب اليمني يبدو مقهورا اليوم أكثر من أي وقت مضى فقد صدق أيضا فشعب آمن بالحرية والديمقراطية يعيش حالة من التخدير بعد أن خضرته قياداته ونخبه السياسية شعب يمتلك المؤهلات الكافية للدفاع عن إرادته كتلك التي امتلكها الشعب التركي لكنه لا يمتلك تلك المؤهلات على مستوى النخب والقيادات وكما قيل لا يوجد شعب خائن ولكن توجد نخب خائنة ترجمة نانسي قنقر